مرحبا بحضراتكم من جديد ومعنا الأسئلة بتاعت حضراتكم وفيه بردو سؤال كده كان الأخت سألته يبقى في جزئية كده بسيطة كانت الأخت الفاضلة ندى اللي هي مرت بعينة نظرا للحزن على حد فقدته في العيلة وبعد كده حصل تغيره من الزوج واتكلمنا مع حضراتكم من منطلق الحقوق الذي يجب أن حضرتك تنتبه إليها حتى عند مسألة الحزن أو مرور الإنسان بأوقات عصيبة في حياته ذا ما يخلهوش أنه يقصر فيما عليه من حقوق وواجبات وإن كان بيرجأ من الطرفين أن يلتمس كل طرف للآخر يعني الزوج والزوجة العزر في بعض التقصير لكن لا يطول التقصير زي الصفة الحريكة قلت عليها تبقى نقطة تانية حضرتك كلمتي فيها أن أنت قلت أنه الزوج مر بمشكلة أنه أعرف حد أنت شكيتي وطولي هو طول حياته معايا إنسان ملتزم دين لكن لما حصلت المشكلة أنا فقط ثقة بي وأنا ما بقاش عندي ثقة ده أحطه في قلبي وسكت لكن ما طلعهوش لو أنا واجهت الزوج وهقوله كل شيء أنا خلاص فقدت الثقة فيك استحاله هو حيبقى أن أنا أحضه على الخير خلاص ما هي ما بتصقش فيه فأدفع به دفعا وأعين الشيطان عليه لأ أنا عايزة أقوله آلاء ده أنا ثقة فيك وهي سحابة وعدت إذا أنتوا اتكلمتوا في النقطة ما اتكلمتوش اتعلمي سياسة التغافل مش في كل حاجة لازم المصرحة والمشاكسة واصل حصل لأ بيتم ده في مواقف معينة بتكون كبيرة مش بقلل الموقف اللي عامه لكن هو طيلة الحياة مع حضرتك أنت بتشكري فيه يعني كلامك أغلبه شكر في هذا الزوج ربنا إن شاء الله يعني يقدم بينكما في خير ويجعل طريق الهداية هي ما بغاه وهي الطريق اللي دايما هو ينشده لكن ده ما يدفعش بي أن أقوله أنا لا أثق فيك أنا كده لا أعينه على الإصلاح ولا أعينه أنه يرجع لي طبيعي في الحياة الزوجية مثل هذه المواقف بتحدث مش بنقولها مبرر لكن إذا حدست مش هابقى أنصب له المشانئ لأنه إنسان معي مستقيم عارض عارض نلحق بقى نلم الدنيا ويستقيم كل طرف مع الطرف الآخر لازم دايما نبص على الحسنات الحسنات بمعنى أقصد بيها الأفعال الحسنة اللي تمت من قبل الزوج عشان دي تبقى تشفع له فأقدر أخذ بإيده إلى طريق الله المستقيم ونرجع البيت كله مودة ورحمة لكن لا أصارح الزوج بإني ولا أطلب الطلاق زي ما حضرتك كنت بتقولي ده كلام ما ينفعش وخاصة أني بتقولي هو بيرجع وهو حس بالخطأ فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلك قرة عين له يا ندى ويجعل هذا الزوج قرة عين لك بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر